تحقيقاً لتوجيهات الملكية السامية تواصل السلطتان التنفيذية والتشريعية تعاونهما البناء وتنسيقهما الفعال لتعزيز الإنجازات في مسيرة التقدم والتنمية نعم بالفعل فالتعاون المثمر بين السلطتين الذي يحرص سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيزه يثري مسيرة العمل الوطني بما يصب في صالح الوطن والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين تواصل مملكة البحرين مسيرة البناء والتقدم على ما تحقق من منجزات شملت كافة الصعود لتحصد ثمار هذه الجهود من خلال عمل دؤوب قائم على مبادئ راسخة للعمل الوطني في إطار دولة المؤسسات والقانون التي تشكل فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية ركزتان أساسيتان وقد مثل التعاون المثمر بين السلطتين علامة بارزة تحقيقا للرؤى السامية من لدن عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لصالح الوطن والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين مسارات التعاون والتنسيق لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية تتسع وتتسارع الإنجازات بدعم من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وجهود دؤوبة يوالي بذلها سموه للارتقاء بمنهجية العمل الوطني المشترك ضمن استراتيجية وطنية جامعة عبر فريق البحرين والتعاون والتكامل والتوافق بين السلطتين وتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدة وفي ظل الحرص الكبير على تعزيز التشاور وإيجاد المزيد من أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات تعد العلاقة الراسخة بين الحكومة والسلطة التشريعية نهجا وطنيا يثري العمل لتحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها